مأسوله نادي الزمالك دخلوا الفترة اللي فاتت في مفاوضات جدة جدا جدا وهدحكي لك التفاصيل كلها لقطع اعارة احمد محمود الزهيل ايمن للفريق اللي موجود حاليا على سبيل الاعارة في الجونة ايه الحكاية؟ احمد محمود واحد من لعيب الشباب في نادي الزمالك تم اعارته ليه الجونة وعقده عقد الاعارة يعني لنهاية الموسم كابتن معتمد جمال كلم احمد محمود بنفسه المدير الفني للزمالك كلم احمد محمود وقال له احنا محتاجينك ترجع الزمالك في يناير وهنحاول نتفاوض مع الجونة ان احنا نقطع الاعارة في يناير احمد محمود كان الراجل واضح قال لكابتن معتمد جمال قال له والله اصلا بلعب اساسي هنا مع الكابتن هلاء عبد العال واخد وضعي وبشارك طول الوقت قال انا ارجع الزمالك دلوقتي ممكن استنى لاخر الموسم عشان اضمن يناير يبقى ليه مكان اساسي كابتن معتمد جمال قال له انا ما عنديش دلوقتي تقريبا غير حمزة المسلوسة وعمر جابر عمر جابر بيلعب في النص حمزة المسلوسة بيلعب في مركز المساك وبالتالي انا ما عنديش ظهير ايمن بشكل واضح فانت لو جيت الزمالك في يناير غالبا هيبقى ليك مكانة اساسية في تشكيلة الفريق وبالتالي احمد محمود بقى عنده رغبة كبيرة جدا في العودة لنادي الزمالك في يناير وشايفه فرصة كبيرة جدا انه يبقى موجود وبشكل اساسي وبشكل مبكر كمان في تشكيلة الزمالك الاساسية ولكن نادي الجونة حتى هذه اللحظة يرفض تماما فكرة الاستغناء عن احمد محمود او قطع الاعارة في يناير ايمن اللي جاية هيبقى فيها محاولات من الزمالك هيبقى فيها محاولات من اللاعب مع نادي الجونة لحل هذا الامر بشتى الطرق عشان يعود اللاعب لنادي الزمالك في الفترة الانتقالات الحالية دي قصة احمد محمود اللي تقلق جدا مع الجونة الفترة اللي فاتت تعال بص على ارقام احمد محمود مع الجونة هو لعب 8 مباريات بدأ التمانية اساسي صنع هدف واحد صناعة فرص محققة ثلاثة تامريلات مفتاحية واحدة تقريبا لكل مباراة قطع الكرة واحدة تقريبا لكل مباراة كل الناس يتفرج على احمد محمود بتقول ان هو لاعب وعد جدا ولاعب جايد جدا في مركز الزهير الايمن